اهلا بكم احبائي اللي اول مرة يشرفني انا اسمي وفاق ودي قناتي وان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض تشيز كيك القريو والتشيز كيك المرة دي عاملها مخبوز مش على البارد وان شاء الله يعجبكم هنا اللي رضاكم ويلا بينا نبتدي على المقدير والمكونات وان شاء الله كلها اكتبها لكم فيه سندوق الوصف ياريت بس قبل ما نبتدي اللي ما اشتركش في القناة ينزل يعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس علشان توصلوا الاشعارات بالاكلات الجديدة طبعا ده بس كيك القريو انا شاء من غير كريمة والسكر والجبن الكريمي والقشة الحمدية او الزبادي وسواء قشة الحمدية او زبادي وفانيليا اصف الزبادي كويس قوي من المية وبيض وصفربيض والعصير اللمون حطيت البسكوت الوريو في الفوت بروسيسور او الكابة يتحن كويس يبقى زي الرمل كده وبعد كده انزل عليه بالزبدة السيحة سيحة سيحتها في المايكرو ريف ولكن سبتها ما حطاش سخنة ولفها معايا لحد ما يبقى دايما اقولي المقياس عندي كمية الزهد مظبوطة ولا لا ان هو يبقى عامل زي رمل البحر بحيث اكوره في ايدي يعمل كورة لكن في نفس الوقت تتفرفت بسهولة انا كنت عاملة كمية زغيرة يا دوبسة كنت عاملة صنية كده اهوة كنت تتكور لكن يتفرفت بسهولة سنة زغيرة مقاس عشرين بنزل فيها البسكوت اللي تحنته بالزبدة معاه اه اه اتكى عليه وادكوا كويس لو عندي كوباية يكون الاعر بتاعها مستوي مش في نقشات او حاجة اه اقوم ضغط عليها باعر الكوباية واحطه في اه وادخل الفرن على درجة حرارة مية وتمانين لمدة تقريبا بالنسبة صنية دي ممكن لمدة خمس دقايق كفاية قوي بدكوا كده بحاجة تكون اه الاعر بتاعها مستوي مفهوش اه حتة تطلع وحتة تنزلها اه طبعا بقيت المكونات هي الجبنة الكريمي والقشة الحمدية او الزبادي ويكونوا متصفين من المية والبيض والفانيلا والسكر وعسير اللمون مهم قوي 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 ان الجبنة تبقى في درجة حرارة الغرفة مش بردة ومهم قوي ان انا اخدها لوحدها كده علشان يتشال منها اي تكاتولات لو فضلت التكاتولات ما عملتهاش كده ما نعمتهاش بيتفضل التكاتولات معايا طول الوقت بعد كده انزل بالسكر ومن لحظة للتانية بنزل جوانب العجان طبعا انا حطة هنا اللي هو البدل اتاتش من ده او اللي هي الكاف مضرب الكاف فانا مش محتاجة ان هي تدخل فيها هوا فمش مستعملها الويسك او مش مستعملها المضرب الشبك يبقى نزلت بالجبنة الاول خليتها كريمية ونعمة الاول ما فيهاش اي تكاتولات وبعد كده السكر افضل اضرب لحد ما اللون يتغير كده ويبقى كريمية خالص واتأكد ان كل السكر ديب زي ما نشايفين كده كريمية تماما يبتدي انزل بيه القشرة الحمدية او الزبادي ان متصفي احطه في مصفى كده قبل ما استعمله بساعتين ولا حاجة واسيب الزبادي صفي خالص بعد كده احط فانيليا ويفضل تبقى فانيليا سيلة ده عصير اللمون بيدي طعم حلو في ناس وقت بيضيع زفارة وحط البيض ويفضل زي ما قلت فانيليا سيلة مش فانيليا بودر بتبقى تأثيرها اكتر في انها تضيع لأي زفارة يا ريت يا جماعة اللي ما اشتركش في القناة ما ينساش يعمل الاشتراك ويفعل زر الجراز عشان تصالوا اشعارات ولو عجبتكم الاكلة ان شاء الله تعملوا لايك وشير ببتدي انزل ببداية بداية بتدخلت كويس والفانيليا ومن ناحية ومن وقت التاني اقوم منزلة جناب العجان علشان تختلط بكل الجبنة اللي بها العجان دي الفانيليا السيلة بعد كده بعد ما بخلص البتين وصفار البيضة والفانيليا والدرب كويس ببتدي اكون مكسرة شوية بسكوت اوريو سواء مكسرة بسكوت اوريو لوحده او بالطبقة الكريمة اللي جواه ممكن كده وممكن كده انا جاي بقى بسكوت اوريو ما جبتش جواه كريمة اه وكسرت شوية وقمت خلطاهم باليد كده مع الخليط ده جازم كل ما حطت بداية اقوم منزلة اه جوانب العجان علشان كل الجبنة تختلط بالبيض طبعا الشيس كيكل المخبوزة انا نفسي تفضيل شخصي يعني لا يعلى عليها الحقيقة لان الشيس كيكل اللي على البارد بيبقى دخله كريمة اه والكريمة يعني بالنسبة لي انا على الاقل الكريمة تبقى تقيلة في الاكل زي اي كريمة شانطيف جاتوهاد بيبقى دسم وتقيل في الاكل شوية لكن المخبوزة بتبقى جبنة فبيبقى اه اخفة من الشيس كيك اللي على البارد انا عملالكو كزا الشيس كيك ففيت شيس كيك عملاها البارد وفيت شيس كيك عملاها مخبوز بعد كده بابتدي اه اه اخلط بالجبنة الكريمية دي اخلطها بقى ببسكوت الاريو وبعد كده اصبها في السنية طبعا السنية دخلتها الفرن اللي هي فيها قاعدة البسكوت دخلتها الفرن على 180 حوالي 5 دقايق وخرجتها اه ويسبتها تبرد خالص مش المصابش عليها وهي سخنة ويسبتها تبرد خالص وبعد كده زي ما انت شايفين حطيتها في سنية تانية فيها حمام مائي خلطت البسكوت اللي انا جارشها بسكوت اوريو برضو المجروز شوية كده خلطه بيه الخليط ده وبعدين نزلته على قاعدة البسكوت اللي مش عاوز يخلط في بسكوت لطبقة الجبنة ويسبها جبنة بس وارد طبعا جدا وانا ساعة بعمله كده وساعة بعمله كده بكتفي بان فيه تحت طبقة بسكوت اوريو فممكن كده وممكن كده بصبها وبدخلها الفرن طبعا يكون برضو مولع مسبقا على درد حرارة بالنسبة للقلب الصغير ده ممكن على درد حرارة 130 لمدة تقريبا ساعة ساعة وعشر دقايق وبعد ما يخلص الساعة او الساعة والعشر دقايق بسيبها في الفرن مطلعش على طول من الفرن وأسيبها يجي نص ساعة لحد ما تبرد تماما قبل ما طلعها من الفرن خالص وبعد ما طلعها من الفرن طبعا بدخلها بقى المسبة تبرد برا وبعد كده بدخلها التلاجة لمدة كزا ساعة قبل ما ببتدي احط على الوش بتاعها سوس او اي ان كان التوبينج اللي هحطه سواء زي اي تشيز كيك حسب نوع الشيز كيك هحط جيلي هحط فاكهة هحط سوس لازم اسيب الشيز كيك في التلاجة كزا ساعة حطيتها في الحمام المائي وده بعد ما استاوت وبعد ما دخلتها التلاجة وساعت خالص وهبتدي احط عليها السوس اه فانا حطيت التيشو ده في الجنب لان كان انا جيت هنا سوس اوريو اهو شاريا جاهز الحقيقة اللي مش عايز السوس هو قريب قوي من سوس الشوكولاتة ممكن يعني سوس الشوكولاتة هو ان عملا لكم سوس الشوكولاتة قبل كده وينزل بيه فانا حطيت التيشو لان كانت الطبقة الكيك كشت عن الصينية في جناب الصينية كان هينزل اللي عاوز الصوس ينزل على الجناب بتاع الكيك ما يحط الشتشو ده انا حطيته علشان انا مش عاوزة الصوس ينزل على جناب الشيس كيك حطيته الصوس الأوريو او ممكن صوس الشوكولاتة او ممكن اي صوس تاني فيش مشاكل او ممكن فاكة او واتفر طريق التزيين وبعد كده زي انتهى بأنصاص من البسكوت الأوريو ورجعتها التلاجة تاني وبرضو كزا ساعة تاني عبال ما تبتدي يعني تبقى جاهزة للتقديم في القاعدة استعملت بسكوت أوريو من غير الكريمة اللي جواه لكن في التزيين اللي فوق الوش استعملت بسكوت أوريو بكريمة بيضا جواه وده بعد ما خرقتها من القالب وتما ساكت وخلاص زي انتهى في النص برضو بسكوت أوريو مجروش طعمها لزيز جدا وان شاء الله ينال لرداكم وارجو انكم تكونوا استفادتم من الفيديو زي أي تشيز كيك أو حتى الكيك عموما ما بين كل قطعة والتانية لازم أمسح السكينة بتيشو مطبخ بيقى مطرحة الجبنة أو مطرحة كريمة في الشيز كيك البارد فلازم أمسح السكينة ما بين كل قطعة والتانية وصحتين وهنا وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله ومستنية أي تعليقات ليكم وأرجو تكون نيلة رضاكم وسحيتين وهنا ترجمة نانسي قنقر